في طار ربما حتى من خلال ملخص اللي في طار التوجه الجديد. انا نحل القوسية ونقول ومانيش نجامل في حتى حد. الرئيس الحكومة الحالي الجانب الايجابي اللي فيه لفورماسيون بوليفالونت. نعرفو اللي كان في وزارة الشهور الاجتماعي. هذا اجتماعي في تكوين. متعدد الاقتصاد متعدد التكوين والمعارف. خريج يعني قناف اللي كانت سهلت ميسراسيون. المدسة الوطنية للإدارة. عنده شهادة في الاقتصاد. تحس اللي تحركاته اكيد جدا. ماشية فيها الاتجاه الاجتماعي. الملاحظة الثانية ايضا بين قوسين. هل فتح الحديث حول الجباة وحول هالتصنيف. انا اذا كان فكر بصوت عالي. هذي حل افق لكيفية التعامل مع الدعم في تونس. لانو انا مثلا ضد انو الخبز اتجيت. لكن مع انو معناها ضريبة على الدعم. تخضع الى الترتيب. خلي الخبز كما هو. لكن غريب ما تنسش. خليه الخبز كما هو. قص ميزانه راح. المهم. ومتزيدش فيه. وتعتمد هذي. لي مراجعة الدعم في تونس. لانو اللي مش طبيعي. انو تلقى ناس عندها دخل كبير. ما 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 من وطلاء من ما 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 تعمل خمسة نجوم الاخرى. وتقريبا يتعاملوا مع الدعم الافيات الاجتماعية. ملاذة ثافة. احنا ركزنا على الجانب الجباية. لكن نراه باش تعمل قانون مالية في المرحلة الحالية. واللي يجب دو طارق بكري مسألة تنمي بشكل عام. فما اجراءات مصاحبة مثل مناخ للدفع نحو قانون مالية اخر. معناها هي استجيب للمطروح واللي هو صنع الثروة. مسألة ريسية ومهمة جدا في الاجراءات الاجتماعية. اي. هي الطموح لتحقيق الامن الاجتماعي. مسألة مهمة بلاش امن اجتماعي. فيه طمأنة لفئات معينة. وفيه قدرة شرائية الاخرية. ما تنجمش لا تعمل استثمار. مه. ولا تنجم تصنع ثروة. وبالتالي ما تنجمش تعمل مجتمع متوازن بين الاقتصادي والاجتماعي. الملاحظة الثالثة فمحديث على تحرير المبادرة. مهم جدا. فمحديث وقت تقول تحرير المبادرة كالترخيص اللي قاعدة توا معطلة الاخرى اعتقد انه تم الاشارة للملخص هذا. ثم عنا المؤسسات الصغرى المتوسطة اللي ذرت برشا. فمحديث على المؤسسات الصغرى المتوسطة ودور البنوك اللي الى حد الان اقتصر دورها تقريبا على قروض الاستهلاك. آن الاوان باش البنوك معناها تدفع نحو اقتحام القروض المخصصة للاستثمار والوقوف مع المؤسسات الصغرى المتوسطة اللي انه تعتبر مسألة مهمة جدا في النسيج الاقتصادي. والنقطة الموالية اللي تمت لاشارة لها في قانون مالية مسألة الاقتصاد الموازي. وكيفية ادماجه. اليوم لانه يطرح اشكال كبير معاتها في 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 البلاد. فمحديث على الضغط الريسة بالتضخم. وهذا مهم جدا. معاتها في قانون مالية من خلال جملة من الاجراءات. منها ما يتعلق بالجمارك. منها ما يتعلق بالاجراءات الاخرى. ثم والملاحظة الاخرانية وقت تقول قانون مالية نحب الفلوس. راهوا انا الاوام باش المؤسسات العومية تتراجع. والتمويل اللي ماشي للمؤسسات العومية من ميزانية الدولة يمشي لحاجات واحد اخرى. معاتها اليوم كان ناخذو طو نجيبه المؤسسات العومية كله نشوفو الدولة اشتدفع للمؤسسات العومية. اش قاعدة تنفق. بارشة فلوس ماشية. لابد من مراجعتها وتجمع بين حاجتين. احنا معا قرار لالة خوصتها. دا كوردو. لكن انه تستنزف ميزانية الدولة ايضا مش طبيعي. شنو الحل باش تضمن حاجتين تحافظ عليها كامل شعب. لكن في نفس الوقت معاتها ربما تتقلص. ترشيد نفقة. تقلص من هذا. الجاي فيه مصار تنوي تم الاعلان على جملة من الاصلاحات. انعكاسها وربما موقعها في قانون المالية. قلت انا لاني مختص ولا تطلعت. عندك الاصلاحة التربة ويخت لي تقول راه هو اجراءات الشمعية. مسألة مهمة جدا. هذي المجساعة للتربية. شنو باشي يعمل بالضبط. شنو اللازم. دونك حتى قانون مالية من نجموش ننظره له. بمعزل. مم. معاتها على اتجاهات العامة. بمعزل عامة قد يحدث مستقبلا. شنو لها كالجزء المخصص للتوارع. دي ما قانوني المالية فيها جزء مخصص للتوارع. تم في ظرف معاين استغلال وقت الكوروناي الخير. يسيد ان شاء الله المرحلة جاية. الحروب فيها ما تطورش. معناها ما تطلعش الى درجة انه ترسي ندوره على التوارع. ودي ما واحد يقول يتمنى زادة كيف كيف البلاد تكون بمنأة عن ربما بعض الاحداث التي قد تؤثر على الجزء هذا المخصص للتوارع في قانون المالية. آآ نسمع.